وصل مجلس النواب جلساته لبحث عدد من مشروعات القوانين والملفات الملحة اجتماعيا واقتصاديا وذلك خلال جلسته العامة اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وفق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها مجلس النواب يواصل جلساته لبحث أهم مشروعات القوانين والملفات الملحة اجتماعيا واقتصاديا وذلك خلال جلسته العامة اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بداية الجلسة شهدت إحالة رئيس مجلس النواب لعدد من القرارات والاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وأعداد التقارير عنها من بينها قرار الرئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها جلسة مجلس النواب شهدت أيضا الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوردات والخدمات العامة على أن يؤجل أخذ الموافقة النهائية عليه للجلسة القادمة القانون ده الحقيقة كان ضرورة ملحة بعد التغيرات اللي حصلت في العالم كله في الناحية الاقتصادية وأثرت على سعر الصرف وعلى سعر المواد المستوردة خصوصا في قطاع المقاولات نوافق من حيث نبدأ ولكن نتمنى بس أن يكون فيه إنفاذ طريع للقانون ونحن بحاجة كنا إلى تعديل تشريعي يضمن الاستمرارية والاستلامة في قطاع حيوي في الدولة المصرية قطاع المقاولات حيث أن الدولة المصرية تقوم بإنشاء العديد من المشروعات القومية وكذلك مشروعات البنية التحتية كذلك وفق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشمرها في مجموعة وتأجيل أخذ الموافقة النهائية للجلسة القادمة القانون إداري بحث والتعديلات كلها علشان تساوي المعلمين في المعاهد الأزهرية بنظرائهم في النظم الأخرى فبالتأكيد إحنا بنوافق على مشروع القانون ولكن أنا أرى أنه إحنا بس مش عايزين نساوي بين المعلمين وبين نظرائهم في النظم الأخرى إحنا عايزين نراعي أن إحنا نستمر في تدريب المعلمين تثقفهم فعلا أن إحنا نخليهم نبقى متأكدين أن هم مشهين على النظام الأزهري بحيث أن هم يبقوا بيدرسوا إسلام وسطي سامح زي ما إحنا عهدنا مع الأزهر كمؤسسة عريقة دايما ملفات هامة حازت اهتمامات المواطنين لتتحول إلى جلسات نقاشية لمجلس النواب بهدف الوصول إلى قوانين تسهل من الحياة اليومية وتدفع مسيرة العمل والتنمية اشتركوا في القناة